مصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معنا هنا حبيب قلبي كده هنعمل ايه هنعمل كفتة كفتة بالبطاطس هنحط عليها بطاطس وهتشوفها تطلع كفتة ازاي وهتبقى زي الفل ما شاء الله جميلة جدا جدا ومفرغة من جوة وشكلها جميل وطعمها بقى اجمل اجمل ما يكون ما شاء الله دي تلت طريقة اقولها لكم على الكفتة حبيب قلبي ما عملناها قبل كده بالبرغل كفتة البرغل وعملناها مشروع كده على الفحم النهار ده هنعملها بالبطاطس ايوة بالبطاطس ما شاء الله معي هنا بطاطسية مبشورة كده حبيب قلبي دي المكونات او المقادير بطاطسية مبشورة وصفتها خالص من المية ومعي بصلاية واحدة مبشورة برضو وصفتها خالص من المية معي هنا حبيب قلبي ربع كيلو من اللحمة ايوة ربع كيلو من اللحمة هتعملي احلى كفتة ما شاء الله نزلت كده معي بولة زي ما انتم شايفين معي حبيب قلبي نزلت كده بالبطاطسية المبشورة ناعم ومصفية من المية دي لية انا حطة مع اللحمة دي حتة من اللية اللية البيضة دي ده مش دين دي حتة من اللية نزلت كده ما شاء الله بالبصلة المبشورة برضو ومصفية المية بتاعتها حبيبي طريقة جميلة جدا جدا وهتدق كفتة ما شاء الله عسل معنا هي هنا كده آآ عود صغير كده من الشابة على الكزبرة لازم ده عود صغير يعني ما تقطريش برضو عشان بيبقى يسود الكفتة عود صغير جدا من الكزبرة على الشابة معي هنا اربع فصوص كده من التوم فصين توم بس انا اسمعهم اتنين ما شاء الله عملتهم كده بالمبشرة الصغيرة دي بتاعت التوم بشرتهم زي ما انتم شايفين معايا جميلة لازم الكفتة بيبقى فيها توم ومشاء الله كده شوية شابة صغرانين زي ما انتم شايفين معايا حبيبي صلوا عن ابي محمد عليه الصلاة والسلام مزلت كده بمعلقة ونص من الملح معلقة صغيرة للمعلقة اللي معايا دي بتاع البهارات او بتاع التوابل صغيرة جدا معايا كده معلقة من الفلفل الاسود زودت كمان شوية فلفل اسود ما تقطريش البهارات في الكفتة الكفتة عبارة دي شوية من الارفة النعمة الارفة النعمة اه حلوة زي ما قلتلكم حبيبي قبل كده في كم فيديو ان هي بتشيل راحة الزفارة من اللحمة زي ما انتم شايفين كده بعد ما نزلت بالملح والفلفل الاسود والارفة النعمة هفضل اعجن فيها بقى كده زي ما انتم شايفين معايا هعجن بقى البصل مع البطاطس المبشورة نعم جدا بشوريها بالمبشرة بالحتة النعمة جدا مش بالحتة الخشنة الناحية الخشنة لأ اعمليها بالنحية النعمة خالص وصف الميا منها زي ما قلتلكم عشان الكفتة ما تتفكش معاك حبيبي معايا كده زي ما انتم شايفين بعد انا ما ما آآ عجنتها كويس دخلتها لتلاجة شوية تشمعت معانا هي مية البصل حطيت عليها معلقة من الزيت ورشة صغيرة كده من الملح ورشة صغيرة من الفلفل الاسود معايا كده المسن ده انا بصراحة ما معرفش اعمل كفتة قال لما اعملها على المسن ده كده زي ما انتم شايفين حبيبي عشان يبقى قلبها مفرغ من جوه ما شاء الله هبلي ايدي كده بمية البصل دي بقى اللي بتدي لون حلو قوي وتخلي الكفتة بتحمر في الفرن انا ما بعملش كفتة آآ في الزيت ما بحمرهاش في الزيت ابدا انا دايما بعملها كده في الفرن على طول دايما معايا حبيبي ما شاء الله جميلة جدا جدا اسفع على كل مجا سجل فيديو حد يرن علي معلش اسفع حبيبي قلبي ما شاء الله عملت كده كمان واحدة زي ما انتم شايفين معايا بكل سهولة هتعمليها بطريقة عسل وما شاء الله جميلة جدا جدا حبيبي ما شاء الله طريقة زي الفل وجميلة وتحفى عملت اتنين اهم وما شاء الله كده خلصت كل الكمية حبيبي انا بحاول اصرع الفيديو عشان ما اخركوش او ما تزهقوش دخلتها الفرن كده وبعد ما خرجت ما شاء الله ولعت طبعا فحمية حطيت عليها رشة صغيرة من الزيت غطيتها كده عشان تاخد ريحة الفحم معاك كأنك شوية على الفحم ما شاء الله جميلة جدا جدا وريحتها تحفى دي شكلها حبيبي قلب بعد ما خرجت من الفرن الفرن طبعا على درجة حرارة مية وستين على الرف الاوسط ما شاء الله شايفيني كفتة تحفى مية البصل هي اللي بخليها وشها احمر قلبها جميل جدا ومش مكتومة ولا حاجة انا محطتش على دي بيكينج بوضل لان حطيتها اللي قبل كده حبيبي قلت النهاردة اعملها لكم بالطريقة دي واشوفكم على الف خيلي اشتركوا في القناة